سيما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة الفقرة التانية معينا رياضة الكبادي واستعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية والبطولة الافريقية وتحديات طبعا وطموحات بنتكلم منتخب مصر فيهم كل ده هنعرفه مع عدفتنا العزيزة اللي كانت منورانا من سنة تقريبا كابتن نادي عنطر كابتن منتخب مصر للسيدات للكبادي منجور بقى منجور جدا والله منورانا بجد وسعيدا نحن بنلتقي تاني مرة على خلاة الاهلي في عشر صبح كمانا تحديدا وعندنا بقى كلام كتير جدا بس ما عليش هاخدك كده نسأل السؤال التقليزي لان مش كل الناس بتبقى عارفة او متابعة تاني ايه هي تحديدا رياضة الكبادي والفرق بينها وبين اي ألعب قوة اخرى رياضة الكبادي لعبة جامعية زيها زي الباسكيت وكرة الطائرة مزيدها الوحيدة اللي هي بتجمع ما بين الألعاب الفردية والألعاب الجامعية فيها السياسة مش موجودة في كل الألعاب انت السبعة اللي وقفين بيلعبوا كلهم بإحموا لو هو على وينج يمين كله بإحمى على مينج mechanism لو على الوينج كمان كله بإحمى على وجه الشمال يعني ما أنا أصح أنا بدافع أنا مصحبي على علي الخطر عارفة السياسة أنت اخوك في خطر فأنت بدافعها الان الله دي استياسة على مطحنة طريقي بالان مطحنة لأ انت تحسوا ان انطفا Herrn خايفة على زميل� BLM لا هي مطحنة فعلا. هي محتاجة بنيان جامد حدي جامد في اللعبة. لكن كسياسة هي لعبة فيها كل حاجة. تشمل جماعة كل الصفات اللي في الألعاب وغضة كل الصفات الحلوة اللي في جميع الألعاب. طب ما تقول لنا كده برضو عنك شوية. ومنعرف الـ background وشمعنا رياضة الكبادي برضو عشان نبقى ماشيين مع الناس كده تبقى مجمع معانا من البداية. وكابتن منتخب مصر ده حاجة مش سهلة انك تحصولي عليها. خلقه تقيل أكيد وراء بطولات وصعوبات وكواليس احيان ما نعرفهاش. أولا كنت لعبة مصرحة. وصلت لبطولات عالم وبطولات بحربياد وبطولات أفريكيا يعني عمر في الرياضة. بعدها جودو وبعدها كونجو فون. لكن اللعبة الوحيدة التي حاستي أن نفسي ألعبها من زماني هي الكبادي. لعبة الكبادي فيها منظومة ليس موجودة في جميع الألعاب. أنا اللعبة الوحيدة التي حاستي فيها مفهش. يعني حتى الاتحاد والمنظومة التي فيها كلها يحامل على بعضها. اللعبة يعني كل الناس تلعبها. أنت ممكن لما تتفرج عليها أنت ممكن تلعبها حسنا أنت ممكن تلعبها عادي. وفي أي سن ممكن؟ نحن لعبنا هذه السنة تحت عشر سنين وتحت 14 سنة. يعني هذا الإنجاز الجديد الذي كان في الاتحاد الكبادي أن تحت عشر سنين وتحت 14 سنة. والسنة الجاية إن شاء الله يبقى فيها تحت 8 سنين. 8 سنين كما ندعيت. فيه دلوقتي حالياً منظومة كبيرة وفيها أطفال صغيرة فنحن لازم نعملهم بطولة. طب هو السن المناسب أصلاً للعبة الكبادي إيه؟ يعني نبدأ مثلاً من خبس سنين ست سنين كام؟ اللي أنا شايفان عندي أولادي ثلاث سنون نص و 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 سنون بلعبه كبادي في البيت. فهي اللعبة نفسها أي سن يلعبه. أوكي. وهنعمل رواك كمان. طب حلو. يعني الطلبة مننا كثير وفيناس كثير يعني كمدربين بقى و كأولياء أمور عايزين لعبوا كبادي. فإحنا قررنا أن احنا الموسم الجاي إن شاء الله نعمل الرواك. بحس أن هي من الرياضات الكل ما بتعدي وقت وتنتشر أكتر بتزيد شعبيتها أكتر. حقيقة. هي أصلاً يعني احنا في فترة أولئلة احنا من سنة بنتكلم. لا هي العدد تضاعف أطاعو. الحمد لله ما علش. يخطي حسن. فلا يعني لو مثلاً كنا مثلاً ألف لأحنا ممكن بينا ستة آلاف. فبتضاعف بسرعة لأن أنا بلعبها فأجيب صاحبتي فأجيب أختي فأجيب أخيي. اللعبة بالنسبة لها. وهي سهلة رولز فيها ما هيش صعبة أوي. لا لا سهلة. لكن عشان توصلي أن أنت تبقى في منتخب يعني بتمر بشوية حاجات لازمة تعديها يعني تمرني بدني كويس قوي تبقى مهارية كويس قوي بتعرفت خطتي فبالتالي توصلي للمنتخب. أما كلعبة وكفنادي لأ في جمع الأندية دلوقتي في لعبة الكباتي موجودة. كويس. إحنا لدينا بطولة عربية للكباتي خلاص. بطولة أفريكية. وعايزين بقى الاستعدادات إيه. وفي نفس الوقت لو في حاجة نقصة لأن إحنا أكيد برضو في الأول وفي الآخر مهم أن إحنا نوفر أو يكون متوفر كل حاجة محتاجينها. علشان يجي بعد كده منلمش حد أنه ما حصلش على لقب أو على بطولة. هذه البطولة العربية تأجلت تم تأجلها. خلاص العربية تأجلت دلوقتي. دلوقتي للأفريقية بقى. طيب تأجلت لإمتى العربية الأول؟ لا لسه ما تعاملتش تحديد مع عيد. لكن إحنا دلوقتي بنستعد البطولة أفريكيا. اتعمل لنا خلصنا كهس مصر. بعدين دخلنا في التجارة في بورس عيد. تم اختيار عدد كبير طبعا. مش الأساسيين مش الاتنشر بس. بعدين دخلنا في معسكر في بورس عيد كام يوم. تم اختيار اللي تنشر اللاعب شباب واللي تنشر اللاعب بنات. في معسكر مفتوح دلوقتي. أو بمعنى أصح. البنات اللي في المحالة من إسكندرية من إسماعليا بورس عيد. بيعودوا عندنا في الكهيرة. وعملين معسكر اللي هو كل يوم تمرينتين. عشان نجاز البطولة أفريكيا. وفكرة هنا الاستعدادات دي بتأخذ لها قد إيه. عشان أقدر أنا أقول أنا جاهزة البطولة. أنت بحتاجة قد إيه تقريبا معسكر. كم ساعة؟ يعني إمكانيات المادية متوفرة أم لا؟ بصي هو أي منتخب. المفروض أننا كنا نعسكر في معسكر المغلق في المركز الألمبي في أي مكان. بالضبط. طبعاً إحنا ما توفرناش الموضوع هذا. لكن إحنا كالاتحاد حاول أنه يوفرنا معسكر في بورس عيدة 4-5 أيام. اللي هو في مقدرته. لكن المفروض الطبيعي لا معسكر المغلق زي أي دولة. يعني دولة إحنا معنا كينيا ومعنا الكامرون ومعنا ناجيريا ومعنا جزائر وتنزانيا ومصر. هذا المنتخب ولكن هناك بعض العناصر التي تغيرها فيه. هذه الصورة كانت أمتها؟ هذه في البطولة العربية في لبنان. نحن مصر تستضيف البطولة العربية المفروض للمنسخة إن شاء الله اللي جاية. إن شاء الله. من لسه مكمل طيب؟ لا، دعوا الصورة بطريقة يا جماعة. أرجعوا الصورة مرة أخرى. برضو نحبين أن نعرف السادة المشاهدين على المدخب عندنا. أولاً اللعبة دي كلها سنة صغيرة. تقريباً اثنين ثلاثة بس اللي تم تغيرهم. لأن توردي كل ما يبقى فيها عناصر أفضل. الفرقة كلها معادة أول بنتي هناك دي متغيرة. والبنت تالت واحدة. بس حجمها؟ أقول لأنا بس لسهولة. عشان وزنها خفيف. هذا اللي سأريد أن أقول لك. يعني ما شاء الله رقم تسعة تحسيها وواحد طبعاً. وهنا الأحجام حتى مختلفة ملهاش شروط ملهاش وزن معين. لا أريد أن أقول لك البنت اللي هي الصمرة دي كويسة جداً أو معني وزنها خفيف رقم ثلاثة. لا كويسة ومكككة كويسة جداً. الوزن الخفيف ما هي يعني إحنا عندنا ناس مدفعة تبقى لازمة تبقى قوية. الدفاع ده أن أنت ما خليكيش تسجيل عليك. فحسب الهجوم بقى عرفة لو خفيفة وتروح تلمسة ترجع بس مش هلحاق ومسكوه. فكل مركز دي متطالبات. فهي والبنتين الأخرى دولت واحدة بقت في الإدارة يعني بقت تبع يعني إداري فريق أو مدربة والبنت الثانية دي جت لها أصابة فمرايحة شوية. في بنات الثانية بقى غير. أنا فاكر كويس جداً القصة بتاعتك لما سألتك وقلت لي لا البيت عندي كان يشجع جداً للرياضة دي. الناس كانت أهلك كانوا في ظهرك جداً وفخرين بيكي جداً كل بقى واحدة في المنتخب برضو إن خلي بالك برضو مش قامل أو تلاقي الرياضات دي منتشرة بين البنات تحديداً أصلاً فكرة أن بنت تقتار رياضة زي كده الواحد أو المجتمع عندك شوية بيقولك ليه فبعا إني يعني عايزة أقولك إن إحنا السيدات هم اللي حصلين أو بيبلنا الميديليات في ألعاب الخوة وأكبر دليل الأولمبيات فبردو القصص لو تحكينا شوية عن البنات في المنتخب مين موجة صعوبات مين كان أهلها ضد الفكرة الحاجاتي بتبقى مهمة الناس إن هي تسمحها بعد نتائج في ريال والزهورة على التلفزيون وبأميتها وباباها وهدايا ملاك الناس ذي يعني خلوا الصرخ تالي في 360 درجة دلوقتي تيجي أصلاً التمرين معسكر تلاقي الأم والأب موجودين أنا أصلاً يعني أنت كبيرة أنا عمري يعني أنا أب يشجعني في البيت بس عمري ما رحوا معي التمرين لأنا دلوقتي في المعسكر ألاقي مامي تفلانة أبو فلانة وبعدين ده الكبار من الصغيرين مش أطفالي يعني فبقى هم عدين بتفرجوا مبسوطين جداً ونتلقوا بعد التمين هم ناقصهم حاجة لا مش ناقصهم حاجة طب محتاجين حاجة طب نعمل حاجة الموضوع دلوقتي مبقى زي الزمان لا بالعكس بقى وشجعوا البنات جداً بدل ما تمشي يعني السلوك نفسه لازم أن يبقى معارفين أنت بتشغيل بنتك بحاجة هتفيدها وهتفك أنتو كأسرة أنت عارفها يا فهم بتتمرى العقلية بتتغير التفكير بيتغير فبالتالي لا الناس كلها بقى تدل الاتجاه بتاعها بدل ما يسوق بقى بنتهم في البيت والصحاب ومش الصحاب والله أعلم يعني بقى في مشاكل كمان بتبقى ظاهرة عن نت لا يقول لك لا أنا أوضيها الرياضة الأحسن عشان دمخ تبقى مجغولة بالرياضة طيب بالنسبة لبقى الكبادي بنكلم رجال وشيدات مين الأعلى مين اللي حصد أكتر مين الرانكينجز أكتر وانتا الصراح نحن بنتكلم برمضة أرقام دلوقتي لا هي كنتيج وكأرقام البنات شوفي بقى يعني الشباب كانوا أفريكيا البنات أول أفريكيا فبالتالي لا إحنا الرقم بتاعنا أعلى معين مشاولك هما لأ هما كويسين جداً بس الشباب قوية يعني حتى اللي بتقابليهم أقوياء فأنت عندي كينيا هما كانوا خسروا من كينيا في البطولة الأفريكية فإن شاء الله إحنا أملنا خير السنة دي أنه هما يكسبوهم فإن شاء الله يبقى خير يعني إن شاء الله ربنا يكرمهم جواعون لأنهما في شوية غلي من ناحياتنا كده فهيجيبوا أول فعلاً ها بيبقى في تفريقة يقولون أنت هما أول وأنتوا ما جبتوش أول فإحنا هما عندهم يعني الحافظ يجيبوا أول السنة دي إن شاء الله طيب لو إحنا تكلمنا عن بقى الناشئين الصغيرين اللي لسه وفكرة هنا برضو أنت يعني كابتن منتخب مصر السيدات وأكيد ليكي برضو سيف الإدارة ولو إحنا عايزين نطور الرياضة دي فلازم نبص على الناشئ ففيه أي حاجة خطة مستقبلية لده؟ هو فيه حاجة الاتحاد مشاع فيها دلوقتي اللي هو عمل حاجة زي مشروع قومي يخش المدارس حلو فالموضوع ده يعني هيغير الصورة الكبادي 360 درجة حلو جداً احنا اتفاجئنا بمستوى الأطفال الصغيرة لتحت عشر سنين في البطولة اللي فاتت احنا بينا عدين شكلهم ولعبوهم أحلى بكتير كمان مننا احنا بينا عدين دي كت مفاجئة البطولة مش التجارب بقى ومين كسب ومن خسر لا احنا سبنا التجارب كلنا وبقاش هممنا احنا مين اللي كسب ومن خسر ويقعدنا يتفرج عليه التفل الصغير اللي عمت سنين بيعمل يعني جملة يعني تحسين دا عائل كبير وقاله سنين بلعب كبادي فدي كت مفاجأة كان النهاردة المفروض انهم يبقى في فيديو صغير بس محصلتش ناصب ملحقوش يعني بس في صراحة يعني الأطفال هيبقى فيه طفرة الفترة الجاية في الموضوع كبادي طب يعني كابتون نادية في المستقبل عايزة تروحي الإدارة يبقى ليكي سيد ترشح في الاتحاد تتعيني أنا كمانصب ما بحبش كمانصب لكن انا التجاهة تدريب يعني انا التجاهة حتى في اللعبة لا هبقى تدريب إن شاء تدريب حلو جدا كنت التوفيق ليكي شكرا ونورتيني كالعادة إن شاء الله نتقابل تاني بقى بعد البطولة الأفريقية بإذن الله إن شاء الله ونشكر حضراتكو على متابعتنا الفقرة دي هنروح فاصل ونرجع بقى عشان تبقى معنا آخر الفقرة والفقرة التبية مع دكتور دينة أبو السعود